آخر بارت بهذا الدرس هو Theorem of Center of Mass يعني أعتبر في عندي كذا بارتكل بالسيستم 1 M2 M3 M4 قد ما بد تقون ولا نقول في عندي resultant force F1 على M1 وresistant force F2 على M2 وresistant force F3 على M3 بشكل عام الـ Center of Mass لهي دول البارتكلز قد ما كانوا كتار شو حيسيوا حيسيوا بس هيد F3 على M3 حيسيوا M1 R1 زاد M2 R2 زاد M3 R3 على total mass لهذا فإذا أنا بجمع هيدول total mass برمزنوا بحرف M كبيرة حيصير في عندي expression بهذا الشكل وبعمل cross multiplication حيصير في عندي total mass مضروبة بRG بتساوي M1 R1 زاد M2 R2 زاد M3 R3 لايك شو عدي أعمل هون؟ بدي أعمل derivative بدي أعمل derivative with respect to time أعمل أعمل perder إذا أعملetic derivative لل site l-anديهم mRG шو حيصير constant مضروب بfunction شو الإطلاع constant مضروب بالderivative لطول هيد الفunction شو الإطلاع derivative لل-R؟ هي V وكي VG يعني صارت speed أو velocity للcenter of mass وكي وR1 بتصير V1 R2 بتصير V2 R3 بتصير V3 فبيطلع الشواب M ضرب VG بتصير M1 V1 زاد M2 V2 زاد M3 V3 طيب ما حقق أخلص هون كمان بدي أعمل derivative مرة تانية with respect طيب شو الderivative للV بالنسبة للوقت هو acceleration فكمان constant ضرب function بتصير constant ضرب derivative لأه لا بس عمل derivative حيصير عندي M A G بتساوي M1 A1 زاد M2 A2 زاد M3 A3 طيب شو بيه لنيوتن second law الفورس resultant force شو بتساوي mass ضرب شو ضرب acceleration طيب إذا عندي أنا mass 1 ضرب acceleration 1 شو عادي فينو حط محلة فينو حط محلة F1 اللي resultant force عليها نفس الموضوع لل M2 A2 نفس الموضوع لل M3 A3 طيب كيف بتساوي تساوي صرت ال expression بتقول أنه M ضرب acceleration لل center of mass شو بتساوي بتساوي جامع forces F1 F2 F3 هون بستنتج Theorem of center of mass شو بيقلي بيقلي إنو إذا عندك forces بقلب السystem جامع كل الفورس اللي عندك يوهن شو بيساوي بيساوي total mass مضروب بالacceleration لل center of mass بالزبط بلاحالة هاي دي هامية center of mass اللي كنا عم نحكي عنا بأول الدرس إنو أنا هون إذا كان عندي forces معروفين بقلب السؤال أو بقلب الجفن عندي إيه وبعرف الماس لإنهم كلهم صرت قادر حدد الموشن لل center of mass كيف هاك من خلال acceleration لإلى معنا بس أعرف أعرف الموشن كيف لأن ممكن تكون URM UARM إلى ما هونالك فهيدا هو theorem of center of mass وثيوروم كتير مهم هو بيمرؤ معنا بتاني درس بعلم حياة والعلوم العام ولازم نكون فهمانين وعارفين كتير منهم من طبيقات هيدا theorem هو إذا أنا كان عندي isolated system إذا السيستم اللي عندي هي isolated شو بيعني isolated system كلمة isolated system بتاني إنه منعزل ما في interaction مع الخارج يعني ما في forces براني يعني جمع forces كل يتم balance يعني balance يعني جمع صفر إذا كان جمع force صفر هيدا شو بيعني بيعني إنه m ضرب acceleration تحت center of mass 0 طيب mass ما مستحيل تكون 0 معنات acceleration 0 شو يعني acceleration 0 يعني حالة من حالتان أول حالة عندي إياها إنه يكون عندي motion بالمرة وتاني حالة عندي إياها إنه يكون عندي motion سابتة اللي هي V equal constant صح يعني إما V equal 0 أو V equal constant أوكي يعني بستنتي الشغلة إنه إذا الـ system كان already سابت مثل هيدا الإكزامبل اللي شايفين هون هيدا الإكزامبل هون مثل عندي boat وأنا واقف بأول طرف من boat وكلنا سابتين كنا إذا مشيت أنا على اليمين center of muscle اللي إلي هي ضل بنفس المحل لأنه كان ثابت هي ضل ثابت ما في ولا فورس خارجية تدخلت عندي فملاحظ إنه البوت بيتحرك على الشمال إذا أنا تحركت على اليمين شو السبب السبب هو للمحافظة على ثبات center of mass يعني center of mass لازم يضل بنفس المطرح إذا كان ما في motion وإذا ما في forces external لدخل إلي لهاك أنا لما بتحرك لقدام البوت بيرجع لورا أوك أنا بتحرك على اليمين البوت بيرجع على الشمال كل هذا للمحافظة على نقطة G كما شايفين center of mass لتظل بنفس المركز ما تتحرك ضل السابتي ف تظل center of mass motionless طالما system can add equilibrium was add equilibrium أوك was مش is can add equilibrium بينما إذا كان في عندي system ماشي motion نقول في عندي رصاصة أو فرقاعة ماشي constant speed طالما ماشيين constant speed يعني جامع forces علينا شو zero فجأة بيهود parts من system تفرطع فقعت الفرقاعة و راح في من شئف بكل الاتجاهات شو اللي هيصير هيتفرطع بهيدا الشكل نلاحظ انه راح بكل الاتجاهات بس جامع هن إذا برجع كل ال vectors اللي عندي حيرجع على zero vector يعني جامع forces اللي راح في هن حيضل صفر و طالما اني ماشيين طالما center of mass اللي من من تطبيقات center ما في عندي forces external جامع صفر مش ما في عندي عندي بس جامع صفر center of mass بتضل محلة اذا كانت ما تتحرك بتضل محلة و اذا كانت ماشي بconstant speed حتضل ماشي بنفس speed حتى لو كل parts بالسيستم تغير position لأ اخر application بالدرس على هيدا الموضوع كمان هو هيدا الapplication قبل ما نشوفه بس لش صرفينا نسمي center of energy هيدا الشي اللي حكيناه انه object states in motion if it was already in motion و states at equilibrium if it was already in equilibrium and stays in motion if it was in motion يس فهيدا من اذا منرجع فيه شوية لورا منرجع عند newton's first law هو law of inertia لهيك فينا نسمي center of mass center of inertia الاسم تاني فهيدا لأنه مبدأ الانيرشيا المحافظة على state of motion الليلة فلأنه center of mass بتحافظ على state الليلة اللي كانت فيها فنسمي center of inertia كمان الاسم اللي كنا عم نحكي عنه مثل ما شايفين قدامنا فهندي two particles m and n عند mass m1 و mass m2 moving in a cartesian frame x or y بال SI units particle m عليها 2 forces شو هني f1 equal i و f2 equal 2 i minus j ففي عندي particle m عليها 2 forces f1 و f2 نسلا وفي عندي particle تاني كمان في عليها 2 forces m و n sorry m و n طيب هيدول في عليهم 2 forces كل واحدة من n m كانت على origin وال n كانت على coordinates 1 2 او أول part من السؤال عبري determine the position of center of mass of the two particles t equal 0 على t equal 0 وين كان center of mass لال m وال n فأنا اللي بدي أعرف هو انو بدي طبق القاعد اللي بعرف ها القاعد شو بي تقلي center of mass r position ل شو بي ساوي بي ساوي mass لل m ضرب position ل على t equal 0 زائد mass لل m ضرب position ل t equal 0 على total mass لت طيب شو mass لل m هي 1 kg ضرب position اللي إلي هي كانت على origin زائد mass لل n اللي هي 2 kg ضرب position اللي إلي 1 2 يعني i plus 2 j اوكي اذا بدر حبر عنا بي vector على 1 plus 2 يعني على 3 اوكي فحيطلع الجواب معنا 0 هون 2 i plus 4 j على 3 فبصرت لنا الجواب 2 over 3 i زائد 4 over 3 j فهيدا أول part من السؤال تاني part من السؤال عم بي determine the position vector of each particle in terms of time هيدا part شوية بدو تركيز أنا بدي طلع in terms of time position vector لكل particle من هيدو لل particles طب أنا كيف بدي طلع شو طريقة التفكير اللي بدي فكر فيها هون شو معي أول شي عن M وشو مع عن M Kevin مع position الأول ومع ان كانوا address ومع forces عليهم يعني فيه forces عم تأثر عليهم طيب هيدول forces إذا جمعتم مع بعض شو هيعملول لي شو بيقال newton second law بيقال لي أنه هيعمل acceleration طب أنا إذا طلعت acceleration بقدر طلع position كيف طلع position عن طريق رجوع رجوع بدلا نعمل derivative فيني عمل anti derivative أو فيني مثلا زكين acceleration constant بقول أنه UVRM وبرجع طلع V و position عن طريق القواعد اللي نحفظ لهك هبلش أنا أول شي بالpoint M هقول أنه M معرضة للforces F1 وال F2 ف newton second law شو بيقول sum للforces بتسوي الماس للM مضروبي بال acceleration in terms of time يعني على M at any time لهك شو الفورس إنه F1 زاد F2 بتسوي M1 ضرب A1 يعني صار في نقول إنه acceleration شو بتسوي F1 زاد F2 على M1 طيب M1 امتها 1 kg وال F1 امتها I وال F2 امتها 2 I minus J كلهم حطهم بمتهم بيطلع معانا acceleration إنه بتسوي 3 I minus J طيب هيدا acceleration اللحظ إنه constant على X axis و constant على Y axis هيدا شو بياني بياني إنه motion UVRM على 2 axis يعني equations تعول V وتعول R شو هني هني AT plus V0 اوكي هيدا الإكواشن AT plus V0 بس ما هنحط Vectors يعني اوكي لهك هتطلع V شو بتسوي A مضروب BT زاد V0 طيب A اللي هي 3 I ناقص J اوكي بدأ اضربها كلها BT فهتطلع 3T ناقص T J اوكي 3T I ناقص T J زاد V0 ايمة V0 هي 0 ليش لأنه قال لي the two particles at equal 0 where at rest لو كان قلن ايمة كان قال لي مثلا الام كانت من طل الان ون من velocity مثلا 3 J اوكي فكنت حطيت هون plus 3 J الى الاخري اوكي فهيك انا بكون طلعت من طلعت V1 بعد في عندي من خلال V بدي يطلع شو position او فيني طلع ضغري position يلي هي half A T square زائد V0 T زائد R 0 0 هيدا الخط و هيدا steps كان فيني اقف فيها اذا كنت عم بيشتغل على القواعد و اذا كنت عم بيشتغل على قاعدة anti derivative ساعتها بيكتبها وبيشتغل عليه مهم الرول شو بتقول انه half A T square زائد V 0 T زائد R 0 طيب V 0 اتفعنا عنا 0 و R 0 هي الposition للpoint M على T equal 0 وان كانت M كانت على origin يعني R 0 هي 0 سيطلع معنا R 1 بتسوي half مضروب A مضروب T square يعني هيدا A اللي عندي اياها بتضروب ها بنص T square فشو حيطلع الجواب 3 T square 2 I نقص T square 2 J فهيدا بتكون position vector لمين للpoint M at any time فعلى طول بأي position بأي وقت محد ما بد صرت قادر أعرف position ل point M نفس الموضوع نفس المنطق بدي اشتغل على point N نفس المنطق اذا فينا المنطق تعل M تمام اذا ما فهمنا خلينا نتابع مع بعض على point N كمان بدي يطبق newtons second low sum لل forces بتسوي المنطق بال acceleration انا بدي طلع acceleration ومن اطلع position اكتفع شون الفورس على point N هين F3 وال F4 فصار عندي acceleration بتسوي F3 زياد F4 اسمي M2 اوكي M2 امتها 2kg ال F3 كما شايفينا 2i minus 3j وال F4 امتها j فالجواب حيطلع i minus j اوكي over 2 ف2 هتتقصم على الكل فهيبقى عندي i minus j هيدا acceleration كمان نفس الموضوع UVRM ف V2 هتتسوي AT plus V0 وال V0 كمان 0 لالان لانه كمان starts from rest فهي هندرب T ب امت acceleration كله هتطلع معنا Ti minus T j وبالنسبة لل position مثل ما اتفقنا هذه الخطوة يمكننا استغناء عنها و يمكننا نخليها مشكلة بس خلينا نخط كل شي نحن كمان نتعوض على كيف نطلع كل شي بالنسبة بالنسبة هي half AT squared Z V0 T Z R 0 هايدي مثل ما اتفقنا 0 ولكن هايدي من نحن 0 هايدي قداش امتها امتها شو 1 2 يعني i plus 2 j مثل ما استخدمت هين بأول part هم بهذا part استخدمت فهلا بد ارجع استخدم لهيك انا ها ادرب acceleration we have T squared وابد اجمع معاها i plus 2 j فحيطلع معنا T squared over 2 i minus T squared over 2 j z i z j فيني اخد i لحال و j لحال شو حيطلع معنا حيطلع معنا هايدي الExpression هي الPosition للpoint n with respect to time فهي T squared over 2 plus 1 i z minus T squared over 2 plus 2 j فهي ديكون position لعيد الاثنان particles with respect to time okay part c deduce the position of the center of mass at any time طيب نحنا طلعنا center of mass بpart a at equal zero طيب إذا أنا بدي طلع center of mass at any time بأي وقت بد ي شو بستخدم نفس القادة ولكن بدل ما حط position على tick وال zero شو بحط position على any time شو position at any time هو هيدول position اللي طلعت هلا r1 r2 اوك شو بتصير القادة عندي بتصير القادة مثل ما شايفين قدام r g شو بتصوي m1 r1 z m2 r2 على m1 z m2 بحط م 1 m1 m1 1 kg r1 r1 هايدي expression اللي طلعت معنا m2 2 kg وهيدي expression r2 على m1 z m2 هلا صار معي كل شي صار شغله رياضيات بدي افرط كل سوا من بعد ما افرط هاحصل على هيدول كل مضروبين b i وهيدول مضروبين b j قسم 3 فهلا كل شي t squared بتحجم كمان ما بعض هاحصل على 5 2 t squared 2 2 2 3 2 t squared قسم 3 فأنا فيني قسم كل terms سيصير عندي أول term 5 على 6 ثاني term 2 على 3 كل هم مضروبين b i وكمان في عندي ناقص 3 على 6 زائد 4 على 3 مثل ما شايفين شغل fraction شغل الرياضيات وهي دي بتكون the expression of the center of mass at any time in terms of t آخر part من السؤال عم بيقلي برهن relation اللي هي sum للforces the theorem of center of mass شو بيقلي sum of forces external شو بتساوي بتساوي total mass مضروب بشو بال a g acceleration center of mass acceleration center of mass كيف ممكن نجيب نحن طلعنا position center of mass كيف ممكن طلع acceleration center of mass b من خلال هيدا position acceleration هي شو مش مرة derivative مرتين derivative لشو للposition لهك أنا إذا بعمل derivative للposition هحصل عشو ع v ف vg شو بتساوي position derived إذا بعمل derivative لهيدا هيدا 10 t على 6 i z ناقص 6 t على 6 j أوكي إذا بعمل simplification على 2 على 2 هيطلع معنا 5 3 وهون على 6 على 6 هيطلع معنا ناقص 1 فهو ناقص t j هيدا بتكون v طيب كيف بدي يطلع acceleration بدي أعمل derivative للv اللي هي أول شي بدي مما أنه مضروبا بالt فهيطلع معنا هيدا الرقم 5 على 3 i ناقص j هيدا هي acceleration للcenter of mass at any time نلاحظ هيدا مت طيب كيف أنا بدي أعمل verification للtheorem of center of mass فهيدا acceleration طلعت بدي أضرب بشو بالmass ولازم بتساوي معنا شو جمع الفورس فهيطلع نضرب بالtotal mass هيدا acceleration total mass قداش يمتها 1 زائد 9 يعني 3 فإذا بضرب acceleration total mass هيطلع معنا 5 ناقص 3 بالj 5 بالi و ناقص 3 بالj فهيدي master بالacceleration طيب جمع الفورس أنا معي كل الفورس اللي هن الF1 والF2 والF3 والF4 حسنا فهيطلع موجودين هيدا كانت الفورس وهيدا كانت الفورس وهيدا كانت الفورس وهيدا كانت الفورس بالجبن موجودين إذا بجمعهم يطلع جوابهم 5 موجودين 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 نفس الشيء ولازم يكونوا نفس الشيء كما نتأكد من جوابنا انه صح يعني مثلا نقول اللي يطلع Acceleration وما سألني هذا المسألني عن هذا المسأل كيف تعرف انه جوابك صح تعرف باستخدام Theorem of Center of Mass لازم يوصلك لنفس الجواب فبما انه نفس الجواب هيك نكون شو عملنا Verification فصارت Verified و هيك بيكون خلص هذا الدرس وخلص الApplication وخلص ما الدرس كلويته For any questions you can contact me ايا حد عنده ايا سؤال فيه يسألني ويعطيكونا الفاقي